ده باش يفتح اللعب ناحية شمال لعمر سعداوي لصالح النادي المصري قدل انطلاق الامامية معتز زاددام 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 فنت يمين فنت شمال يلعب الكرة الامامية للروج اللي عايز يعدي من نور السيد عده وفات محافظ على كرته بقوته الجسمانية اللعب الروج تترد لحزن فيصل لو تلعبت ناحية اليمين يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هذا الاسبوع الاسبوع التسعة وعشرين يسجل الهدف الاول في واحد من اجمل الاسستات يا ولد يا ولد يا ولد تتلعب الاسست بشكل رائع توقعتها ناحية اليمين ده نترقصت بص الكرة بص حسين فيصل ناحية اليمين فضية تماما لو تلعبت لحمد عيد يرقصني ويرقص دفاع الجونة يلعبها لد خموم قدي اللقطة بص ناحية اليمين فضية تماما يلعب عكس المتوقع تماما لعبد الرحيم دخموم اللي بيسدد في الزاوية البعيدة هدف رائع لصالح النادي المصري وهدف اول في اللقاء واحد صفر دخموم يسجل واحد من اصحاب الرقم اللي قطر حضراتكم تمانية واربعين في المية من القوى الهجومية ليه? هتلاقي معتز زدام خمس اهداف فخر الدين بن يوسف ست اهداف غلاز جناوي اربع اهداف مسجلهم ودخموم عنده هدف وهدف كان رائع قدام البنك الاهلي نزود هدف كمان نفتح القوس ونضيف نادي الجونة لعبد الرحيم دخموم سيف شيكا سيف شيكا يدخل من ناحية المين عرضية ارنود مردودة فرصة الايمن موكة التزديد جاد يتقلق ولكن ارنود يسجل جاد يتقلق وينقذ الاولى لكن قبل ما يرد التانية ارنود يسجل هدف التعادل لصالح نادي الجونة الاكثر تهديفا الربع ساعة الاخيرة من الشوت الاول ولغة الارقام صح لغة الارقام صح الصح مع الجونة ويسجل هدف التعادل اللاعب ارنود راندريا نانتي ناينة هدف للملاجاشي بتمرير عرضية من سيف شيكا والتزديد من ايمن موكة والفينيش من اللاعب ارنود والحقيقة التلاتة المتقلقين مع نادي الجونة في الشوت الاولى عاملين اداء جاية سيف شيكا باين عمل اداء جاية عمل العرضية تترد الايمن موكة اللي جاي من اقصى الطرف الشمال بقول لحضراتكم ناحية تانية مثلا محمد الشامي عمل ستريتشنج للملعب لا موكة لما الكرة بتكون ناحية المين بيدم زي كده عدل كأنه بيلعب كرة وخماسية عدل بأسفل الحزاء بص اللقطة بص اللقطة من هنا واتفرج على ايمن موكة لما الكرة تتردله لو جات ما جاتش التمهيدة لكن تتردل ارنود المرمى خالي لان جات كان تقلق في الاولى برضو جول مش سهل يعني مش جول سهل بعد تقلق جات مش جول سهل يخش في جات لانه تصدى للتزديد الاقوى لكن التانية الفلو والوحدو والشبكة فاضية ارنود مايليش مشكلة غير انه يسجل هدف التعادل يوم التلات في لقاء تاني من الاسبوع التاسع عشر نشوف الروج الروج يا ولد يا ولد فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف التاني فخر الدين بن يوسف الروج التونسي يسجل الهدف التاني لصالح النادي المصري تتلعب الكرة الامامية يضرب بها خط تدفاع الجنب الكامل بوابة الجنع تتضرب في اللقطة اللي فاتت البوابة الدفاعية عن طريق التمريرة السحرية الامامية بص ده غموم حاب يلعبها تترد مرة تانية فيها شدة لا دي لسه من بدري دي لسه من بدري ده الفاول ده ده الفاول اللي لسه حكم اللقاء الده ده لسه الفاول هادي الفاول اللي حكم اللقاء اللي كان للجونة لكن امادو با يعمل تمريرة رائعة يا ولد يا ولد يا ولد على امادو با يعمل تمريرة رائعة النادي المصري النهاردة بيتفنن في الاسيستات مفيش افصايد مفيش افصايد تماما شوش مغطي يا ولد على كعب الرجل الاستلام وببطن رجله يحطها رائع رائع هدف تاني لصالح النادي المصري عن طريق فخر الدين بن يوسف فكرني بأسيست كوكا الفينش بتاع حسين الشحات في لقاء للنادي الاهلي ان لم تخلوني ذاكرة امام الاسماعيلي كان هدف رائع في نفس المرمى برضو على نفس الملعب وفي نفس المرمى ولكن الروج يدي التقدم مرة تانية لصالح النادي المصري ولو مؤقتا شكرا